قلت أن الميليشيات الحجر الشعبي هي نقطة ضعف في العراق ولكن في ضفة أخرى نجد حضاراتكم تدعمون كدولة تدعمون ميليشيات البيش مارقة في الشمال إذن لماذا هذه الازدواجية في المعايير هذا التناقض؟ عفوا، عفوا، ببيش مارقة مو ميليشيا هذا بينكم وبين ضعر أوه، سياسة بريطانية وبالحالتين ساعة السفير وبالحالتين القوات تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة بالحالتين، إن كانت البيش مارقة وإن كانت قوات الحجر الشعبي لا لا، صح، دعونا نجاوب هذا السؤال الأول، أما سؤالي الثاني تدعمون السوداني هل هذه صفقة إقليمية أم عن قناعة؟ أكوفة نقطة أريد أوضحها كإبن بيش مارقة، أنا أحجي لكم هسا أبوي، الله يعحمه، كان بيش مارقة بسنة 1974 كان بثورة كردستان وأني كإبن بيش مارقة أقول لكم حسب دستور العراقي اللي تم مصادقة عليه من قبل أكثرية العراقيين وكردستانيين بالتأكيد في 2005، وحسب النضال اللي يسوي من مئة سنة من أجل الحرية، البيش مارقة هو قوات وطنية محترمة، وبالسنة 2003 لما إجا بول بريمر واستخدم هذه الكلمة اللي أنتهس استخدمتها، بذلك الوقت قادت كردستان جاوبوا الجواب اللازم، ولذلك بيش مارقة بقت ورح تبقى كجزء من قوات حماية العراق حسب الدستور وكقوة وطنية كردستانية اللي كان ولا يزال يحمي أرواح المواطنين حبيت بس أوضح هالنقطة لما قلت أن قنبلة بيها 25 كيلو من التفجيرات مرسالة هذا كان فترة العمليات ضد القوائد التحالف تحالف موجود ببلد العراق بدعوة من الحكومة وكان هناك أصوات في ذلك الوقت وهذا ليس عملية جدية هذا فقط رسالة التحذير من الماليشيات إلى التحالف أنا قلت في ذلك الوقت قنبلة 25 كيلو من التفجيرات ليس رسالة هذا محاولة جدية للقتل وفعلاً صار وثلاثة أمريكان اللي جمل المنطقة لمساعدة العراق قتلوا من عيد ميليشيا عراقية مو الرسالة ووصلوا الجفث إلى الأسر في أمريكا ناس اللي وصلوا إلى العراق بتلب الحكومة العراقية وقتلوهم قتلوهم ميليشيات مو رسالة هذا مو رسالة شيء ثاني بالنسبة لل أعتقد خليني أوضح أفكاري فالحشر الشعبي جزء من الحكومة الميليشيات الأخرى اللي خارج الحشر الشعبي الحشر الشعبي جزء من الدولة ومن الحكومة وكما قلت إذا أنت بالحشر الشعبي أنت جزء من الجيش والجندي ما عنده اختيار هو يمثل الأوامر إذا وحده في الجيش يرفض أوامر من القائد هو بحالة التمرد والنفس الشيء بالنسبة للحشر الشعبي الميليشيات الأخرى التي عندهم أصلها الآن مو مثل الأول منذ 15 سنة جيش المحدي أيامنا بالبصرة جيش المحدي كان التحدي إلى حيبة الدولة وأزمة محلية أمنية صارت الآن الميليشيات خارج نطاق الدولة مشكلة دولية مشكلة دولية قد توردكم بدون رقبتكم أو بدون رقبة رئيس الوزراء المنتخب ممكن الميليشيات توردكم في مشاكل دولية أو حتى حرب هذا الأهم سؤال أمام النخبة السياسية حرب أم سلام مو بإيديهم بعيد الميليشيات بعيد الميليشيات فشلون؟ هذا نقطة دعف يعني يسبب حشاشة في البلد الأخوة في البشمرقة جزء من هذا حسب بالدستور مو ميليشيات هذا حسب بالدستور ترجمة نانسي قنقر